برحة أحد المؤثرات في مواقع التواصل الاجتماعي وهي محامية طلعت تتهلهل ونشر البيان مع الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي فرحانية نسوان والبرلمان يهدد العراق والعراق رح يخاف ورح تنفرض عليه عقوبات هذا نفس داخل المجتمعنا وهذا ربما يكون نفس مؤثر يعني كمتلاقية شون أفهم هذا النفس؟ شون أفهم هذا الخطاب؟ هو طبعا مثل هذه الحركات لابد أن تجفف منابع هذه الحركات بصراحة البيان الأوروبي كشف حقيقة من ينتمون إليه بدلالتي أنه قال سوف نسعى جاهدين لدعم المعترضين في داخل العراق يعني إذن هذه المنظمات قالت هل المفروض عفوا أقولها بالعراقي حسبوها على أمامته عليها هاي ينقص السانة لازم لأنه أقولها بالعراقي ينقص السانة احنا ميصر بعد نستخدم لغة شوية بها شيء من المثالية لماذا؟ أنا سبق قلت يمكن برنامجكم قلت إنه قانون تغير لغة الكريمة ذكرت قصة أنا ابتسمت لأنه بعض الناس يقول لك هذه من الخيال لا حقيقة هاي موظفة تخفي وتستطيع أنها توقف هكذا موضوع بدلالة أنه منا ليونس قلت لكم سابقا هي التي تغير القانون بسبب علاقتها طلاقها من زوجها فإحنا يعني ترى هناك بعض القضايا تدار بالمزاج يعني مهي مؤكو إيهانات تصل للرجال يعني شنو معناه تتحدث بكل رياحية بالقنوات ومن قناة إلى قناة وما جاي واحد يلجمها لا قانون يحاسبها لا مثلا عشيرة توقفها ما عدا عشيرة ما عدا أهل ما عدا أمام هي لما تقول ذكور لما تقول مثلا خلني نقول ترد على واحد يتحدث يقول ناقصات حقل الودي تطلع تتبجح تقول قتل ابنة التي ايه أو تغلط على والدته أو تغلط عليه يعني هاي شنو من نموذج هاي هذا المفهوض وعم ثالث ثم مطلقة ثلاثة أربع مرات تجد تأكس بفاشلة من مجرومة سماحتك؟ هاي واضح أنا أقولش بصراحة المعنية هذه هل لا تستطيع ضبط إيقاع الكلام البذيء فيه؟ لا 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 بالعكس متقصدة هي لأن كلما زادت حالة البذاء لديها كلما دعمت خارجيا أكثر أقول لك بصراحة كلما صار هناك استهتار كلما أصبحت ترند بالنسبة للجهة التي تدعمها وهذه هي المعنية التي يمكن أن تقدم كنموذج للدفاع عن هذا الفساد وإلا أن يؤتى بإنسان منظم وعاقل ويمكن أن يتقاقر هذا غير نافع لا بد أن يؤتى بالشخصيات الهزيلة وذات الطابع للاجتماع الفاشل بالعلاقة الأسرية إذا كان أو بتاريخها أنا ما جاي والله ما شخصا قضيه ولكن لما تشوفين الشخص منهم يعني شخص ما عندهم أي عملية انتماء حقيقة للعراق ولا لمجتمع أنا لما شرع يعني أنا الآن أسكن بالإيجار لازم أسوي مشكلة مع أصحاب البيوت شنو ربطه أنت مطلقة ثلاث مرات أربعة لازم بلد يعني ينهدم وتبدين أنت دائما تستمرين بعملية الإساءة للإسلام وإلى المجتمع مجتمع ذكوري مجتمع ما بيخير يعني شتم بالإعلام دي يسير فيحنا رجاء همينا أنا قبل أيام كنت في إحدى القنوات وكان الحلقة فقط واحدة قلت لي أنت مسؤول أنت كررت بعض الشخصيات وروشتونا وإحنا اليوم مشكلة التوك توك وهذا اللي يكتب لها بطلة هذا المشارك معها بالإثم هذا اللي يساهم في رفع ظهور خوارزمية انتظريني أنت الآن ظهور هذه الشخصيات للمجتمع هو مأثوم أمام الله اشتركوا في القناة